اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قررت أن أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون بالعراق هي مشكلة الكثافة البشرية للمعتقلين بداخل زنازين الاعتقال ويقولون أنه يرجع هذا التكدس البشري بحسب ناشطين حقوقيين أنه استمرار عمليات الاعتقال بشكل مضطرد عدم حسم دعاوة هواية من قضايا المعتقلين عدم الإفراج عن اللي أكملوا يا مدد محكوميتهم يا أمم حصلين البراءة هذا كل هذا يصير في العراق اليوم الناشطين أكدوا أنه هواية من الأدلة من داخل هاي السجون تبين الظروف البائسة اللي عيشون بها المعتقلين زنازين تطلع بالصور مكتظة بالمعتقلين لدرجة أنه الأرضية ما حد يقدر يشوفها غير مرئية ينامون بوضعية تسمى وضع الجنين نايم على القاع وقرطس بسبب نقص المساحة هو اللي ما يمثل ظروف يعني ما توفر أرضية خاصة لتربية أو لإصلاح ذات الشأن المجرم هاي البيئة هي أرض خاصة لتربية مجرمين وإرهابيين هي أرض تثير القلق بسبب افتقار الحكومة لمبادرة من أجل إصلاح هذا النظام المتهالك الناشطين الحقوقيين يشوفون أنه الحل الأمثل لتقليل الاكتباض بداخل السجون هو إقرار قانون العفو العام تشريع قانون العقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحريات مثل ما هو معمول بي بي دول العالم ناشطين يجمعون على أن اكتظاظ السجون هي محالة عابرة هي ممنهجة أكو جهات سياسية وغير سياسية مستفادة من هذا الشيء وأكدوا أن السجون تستوعب من 25 إلى 30 ألف شخص في عموم العراق بناء على تصريحات وزارة عدل لكن اللي تحتويه السجون حاليا ما بين ألف أو أكثر من ألف شخص اللي ما صدرت أحكام قضائية بشأنهم هذا يعني أنه القدرة الاستيعابية للسجن بالعراق تتجاوزت النسبة متى 400% والهل السبب الناشطين يدعون إلى اتخاذ إجراءات لتقليل هذا الاكتباض تخفيف الدعاوة المدنية اللي قسم منها دعاوة سكوك ويتم إرسال المتهمين إلى مديريات التنفيذ ومحاكم البداءة ويعتبر هؤلاء خصوم ماليين أما البقية اللي قضوا نصف المدة أو ثلثيها أدهم فصل أو تنازل فهؤلاء يعني أفرجوا عنهم خلص هذا الحال أيضاً ويقضية المخبر السري اللي ما كلا شاهد أو مبرز جرمي على الجريمة إضافة عن الدعاوة الكيدية بدوافع أغلبها طائفية وغير حقيقية لأن كلها تحتاج وقفة حقيقية من قبل القضاء العراقي بل أثناء بينات صور تكدس المئات من ذو المعتقلين من أمهات زوجات المعتقلين أطفالهم بالقرب من أسوار سجن التاجي هم بايتين بالشارع بالقرب من الأسوار دايينتظرون دخولهم لمواجهة أبنائهم في صباح اليوم التالي هذا كل داي يصير في ظل أجواء باردة في موسم الشتاء الحالي بمشهد تغيب عنه كل معاني الإنسانية والرحمة تعالوا شوفوا ذو المعتقلين هاي الناس التعباني هاي الناس اللي جاية تواجه هولادها هاي شوفوا حالهم وين الريغ العراقي وين الريغ العراقي هاي بالداجي شوفوا الأطفال الشان لايمين وغس الساعة بثلاثة هذا حامل هذا حامل دولة مو هاربي من حرب ولا هاربي من تنظيم أرهابي ولا ما عندهم مكان دولة جاين داي يشوفون ولدهم مشكلة السجون العراقية أنه عندنا هواية من القضايا اليوم اللي من حسمة أكوناس بالسجون صار لهم عشرات السنين من حسمة قضاياهم علماً أنه قوانين التحقيق بالعراق معروف ويعني تقدر تعتقل شخص لمدة 24 ساعة لذا ما التحقيق من الممكن أن تزيدها أقصى حد أربعة تيام في حال ما تثبت شيء ما تقدر تثبه بالسجن وأكوناس أبرياء وكوهواية من الناس اتصلوا بنا وقالوا ولدنا أبرياء وعدهم براءة لكن ما طلعوا من السجون لحد الآن لمساومات اللي قائمين على السجن حتى يطلعوهم حتى يأخذوا من أدهو فلوس أكوهواية من الناس أخذوهم بدعوة كيدية مشاجرة قضية الدعوة كيدية طائفية أو بدون شهود بسبب التعذيب وقعوا على اعترافات هما ممسويها والقضاء يعرف لكن الأحكام تصدر على ضوء اعترافات أخذت نتيجة التعذيب وهاي جريمة بحد ذاتها جريمة بحد ذاتها على القائمين في السجون قضاة التحقيق وأيضا القضاة القضائيين لمن يأخذون هاي الاعترافات أدلة جنائية على العبرياء خلال السنوات الماضية تم الزج بمئات الآلاف من العراقين بداخل السجون بناء على اعترافات نخذت من عندهم تحت التعذيب ومحاكمات غير أصولية أو بسبب التهم الكيدية من قبل ما يشتغلون كمخبرين سريين في العراق بناء على شبهات ما مؤكدة في كثير من الأحيان هواية منهم نالوا أحكام قضائيات راوحة من السجن حتى الاعدام بسبب إدانتهم بجرائم هم مقترفوه هم وقعوا عليها نتيجة الخلاص من التعديل يقول لك أنا ما ريد أن كتل ما ريد أن ضرب أوقع قوة وميليشيات الإطار التنسيقي تمارز ضغوط شبيرة لعرقلة تمرير تشريع قانون العفو العام بصيغة الحالية بمحاولة حتى يجرون بعض التعديلات الجذرية حتى يفرغون هذا القانون من محتوى ويخلون نصوصه عاجزة عن انصاف عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المعتقلين ممن زجوا بالسجون ظلما وبتهم كيلية ردا على عرقلة تمرير قانون العفو العام ناشطات من حراك عائلات المعتقلين دعا إلى تنظيم تظاهرة في بغداد الثلاثاء المقبل حتى يضغطون على الحكومة وأحزابها لتمرير القانون وانصاف العائلات التي عانت الأمرين عوائل السجناء الأبرياء والمظلومين وكل الأصوات الحرة الشجاعة من ناشطين مدنيين أصحاب غير وشراف وشيوخ عشار أصحاب حظ وبخت احنا راح تكون لنا وقفة سلمية جادة حقيقية للمطالبة بإدراج قانون العفو العام أسوة بباقي القوانين التي اندرجت بمجلس النواب والصوت عليها راح تكون وقفتنا يوم الثلاثاء المصاد بخمسة ثلاثة الفين وربعة وعشرين الساعة التاسعة يكون التجمع أمام جامع ابن بنية بالعلاوي متجهين في مسيرة سلمية حاشدة إلى أبواب الخضراء احنا اليوم نحتاج كل صوت حر شريف شجاع مؤمن بقضيته ومؤمن بمظلومية ابنه اليوم النساء السجناء وأمهات السجناء وأطفال السجناء بحالة يرثالها فحان الوقت أن تهتز الشوارب أو تهتز الغيرة العراقية أو تنصفون السجناء خلف القضوان لأنه السجناء دا يتعرضون لانتهاكات أو تعذيب أو تعنيف وحالات لا يرضى بيها الله ولا ترضى بيها الإنسانية يندى لها جبين الإنسانية تعرفون شو دي مرة لما تقول شوكت تهتز الشوارب إذا ما اهتزت كارثة لأنه هاي نخوة مرة المعتصم بالله سمع واحد قال لي أكو وحدة بداخل القسطنطينية قالت ومعتصماء طلع على الجيش على كلمة أما الجماعة هنا كلهم شواربين كلهم لأبسين قوط كلهم عدهم فلوس كلهم كاتلين نفسهم على المنصب بالبرلمان بمجلس المحافظة بمجلس الوزراء بالقضاء مدير عام دائرة رسمية كاتل نفسه حتى يقعد على الكرسي بس مو الخاطر هؤلاء خاطر المنفع الشخصية اللي تيجي من وراه الكرسي اللي يقعد عليه ليش؟ لأنه العراق من فساد إلى فساد من فساد إلى فساد ناس علقت فلاح محمد نطالب بإقرار قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين الله أكبر عليكم ماجد الكوبيسي حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سياسي عراقي يعارض قانون العفو العام أم محمد نحن أمهات السجناء المظلومين نطالب بالعفو العام عن كل السجناء المظلومين أسوة بباقي الدول أنصفوا أولادنا المظلومين كفى ظلما ارحموهم يرحمكم الله ومحمد علي المشتكى لله لا إله إلا الله صرخات المظلومين من أمهات السجناء وعوائلهم وأطفالهم تكسر القلوب نعم لمن أم تعرف ابنها بريء ومسجون وتشتكي وتصرخ تكسر قلب لمن الزوجة تعرف زوجها مظلوم وبريء ومسجون ومحرومة منها هي وجهالها وتصرخ تكسر القلب لمن الطفل أو الطفلة يصرخون بألم ويبكون دم لأجل أب أو أخ مسجونين ظلم وهم أبرياء أو نتيجة مشاجرة نتيجة تهمة كيدية مخبر سري وأبوهم بريء تكسر القلب فيا ما كثر كسرات القلب بالعراق اليوم وأكبر ما يكسر القلب هالحكومات اللي تيجي تحكم تيجي تصرح وتقول لك إحنا وأحنا وحكومة الخدمات وعام الخدمات خدموا الناس لما نتسمي عام الخدمات عام 2024 وإحنا طبينا بشار الثالث هاي ربع السنة طارت خدموا الناس الخدمة أن تخدم الناس يلا اخدم المعتقلين اخدم النازحين اخدم اللي عايشين بالعشوائيات اخدم اللي عاطلين عن العمل اخدم ذوي الرعاية الاجتماعية اخدم ذوي الاحتياجات الخاصة اخدم الشباب العراقي اخدم الطفل بمدرسة اخدم الطفل بمنهاج رصين اخدم يلا بس ما بيكم حظ على ذكر الحضوض دائما ينصدمون المتقدمين على التعينات أنه يلقون فايالات التقديم مالتهم بالزبالة أجلكم الله او مشمورة جانب أحد الطرق بالقرب من هاي الدائرة او ديش الدائرة ومشهد العثور على عشرات الملفات والفايالات وآلاق من التعينات في البصرة سنة 2018 حتى يمتصون الغضب الشعبي خلال التظاهرات من المشاهد الحاضرة للأعيان في ذاكرة العراقين إلى أحد هاي اللحظة ومن هاي المشاهد الجديدة اللي قيناها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي صاروا هي معاملات المتقدمين للتمليك والحصول على أراضي زراعية في العاصمة العراقية بغداد معاملات التبليك وين لقوها؟ أكيد بالزبالة اتفرجوا 25.000 معاملات مليونين ونصف تشوفون الحال بالعراق معتقلين أبرياء ناس بالسجون يدورون عفو عام على أبرياء المشكلة أنه البريء ما يحتاج لعفو عام البريء يحط تصابيع بعيون القاضي وضابط التحقيق والسجانين ويقولهم آني طالع آني بريء ويطلع ويشتكع عليهم على مدة السجن اللي سجنه وهو بريء هذا بالوضع الطبيعي بس بالعراق اليوم يقولك عمي أنا ابني بريء بس مسجون بأحزاب وكتل سياسية وميليشيات ما يرضون يطلعوا الله يخليكم انطوع عفو عام ودول العالم لما تطيها عفو عام بالأعياد وغيرها تطيها عن المجرمين يقولك هاي بادرة حكومية من الحكومات لإصلاع ذات البين للمجرمين السراق والمحتالين وغيره اللي عليهم صدق حكم يقولهم يا ابو أطلع وعيشوا حياتكم بس لا تعيدوها هاي مكرمة من الدولة وحنا جماعتنا البريء ما يطلعوا عفو عام معاملات بالزبالة والمفروض هذا اللي شمر المعاملة ما المواطن هو اللي ينذب بالسجن مو البريء لكن الحكومة وحزابها يبدو انه هي تحاول دائما ان تضحك باعلاناتها فتح باب التعيين على العراقين قبل ان تنباع التعينات باسواق النخاسة خلنا نقول على من يدفع المال اكثر او اللي عنده موالات الى حزب او اللي عنده واسطة باهر دائما يلقون الناس فائلات المتقدمين بالنفايات بوقت يتأمل به الشاب العراقي ان يحصل له فرصة عمل مقطع ثاني يبيني لكم شون تفاجعوا المواطنين هما لاقين ملفات التقديم للوظائف وراء ما لقوها مشمورة بمكب النفايات قرب شارع الجمعة بوسط الناصر قرب شارع الجمعة بمكب النفايات قرب شارع الجمعة بمكب النفايات هذا اللي دي سيisode من العراق تعال تعين اكوا باب التعين انفتح ودفع فلوس وروح صور وجيب لك فايل وكتابنا وكتابكم ودفع طابع ودفع رسم وراجع فلان وراجع اللان وانقبلت المعاملة ماتك وتطلع فرحان أنا قدمت معاملتي يا ربي وأكون واحد من اللي انقبله حتى أشتغل بل كتلق راتب أكون نفسي أعيش وراها يلقاها هيج مشمورة الناس لما شافت علقت قاسم فرحان الجميل يقول ضاحك ويقول هسا اللي يريد يعرف اسمه موجود شلون يدقه بالحاسبة لو بالحاوية سيف علي الغالب يجب الحذر من جراءة من نصب والاحتيال وعدم التسرع وإرسال أي مستمسك شخصي وأبو جعفر موسى البدير يقول يجب على الجهاد ذات علاقة تحرك لإيقاف مثل هذه الأعمال التي يكون ضحيتها المواطن الفقير وليس الجحيشي يقول قبل الانتخابات معاملة المواطن تنذب بالحاويات بعد الانتخابات الله أعلم المواطن وين ينذب فكان هذا تعليق الناس عليه قضية العثور على ملفات التعيين أو ملفات التقديم أو فايلات تقديم أي مراجعة ما كب نفايات بحاوية نفايات حاوية كمامة وأكو هواية فيديوهات نشرناها اللي يلقوها مثلاً مشمورة بسلة مهملات بخرابة بكارتونة مشمورة بشارع المشكلة اليوم أكو تهم التقديم على تمليك على التعيين المفروض هذا اللي ينذب بالسجن وهذا اللي سوى هذا الفعل المفروض عقوب تأقصى عقوبة حتى يكون عبر الغيرة وما يجي واحد ثاني ويجرأ ويجيك مواطن تعبان يقول لك تفضل هذا ملفي أريد أتعين يمك وتشيل الفايل وتشمره بالزبل محمد من أمريكا حياك الله السلام عليكم سيد أسد أحييك وحياك السلام عليكم البطلة الشريفة المجاهدة عزيزي هم دولة أنا من شغلة المساجين هم مساومة جايساومون حتى بعرض العالم يساومون به أخوحدة لأكي أن طلعك مرأ ساوموها برجله ورجله هو بالبطرة هم دولة الميليشيات تابع الحجج والإيراني استفوي الإيراني القذر وهو جايحكم العراق عم هم دولة الخائدة بالسجيل قسم من بالله وشغلة المهجرين دولة ما يرجعوهم عم هم حزب الله القذر والأصائب هال الباطل دول الأرهابين تابعين لإيران عم البلد بيتي رضاعة خير لا تنطبق السمارية لهم قسم من بالله كان من هون تكرام دايس علي صدام وقبت الجيفة كل الجيفة طلعت مالتهم وعرفناهم واحد واحد قسم من بالله ذول العسالة هل تحالية يحكموا العراق نعم للذيولة ما لإيران قسم من بالله للذيولة ما لإيران وتابعين الإسرائيل هم من قسم من بالله يجتمعون دبي وغير دبي يجتمعون استطوين أي asرائيلين هذا الحاكم الحاكم نحطينه هذا التطوي verkاني نعم قسم من بالله هو جاي أجتمعوي التطوي الايراني والله العظيم وهي الإسرائيليين أمين مش تبهر طيق زيدان الحالة السوري الإيراني عمي دمروا الزلط قسماً بالله من أجل الثلاثة يجبون عسل لا يريدون ولا سلم العراق حتى يجبون خوالهم العجم قسماً بالله تحياتي لك وثلاثة شكراً لك أخو القطاع الصحي العراقي غرق حال حال بقية القطاعات الخدمية العراقية مستنقع الفوضى اللي تأثر بهوايا من الأمور العدد المحدود للمستشفيات واللي يرجع بناء أغلبها إذا موكلها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي الأزمات اللي عانت منها الدولة أدت إلى تدهور القطاع الطبي بشكل شبير الفوضى عصفت بهذا القطاع وشمرتها بمكان بعيد فهذا قطاع حيوي وراء الاحتلال الأمريكي الغاشم لهذا البلد وتسلمنا إلى الاحتلال الإيراني الغاشم أيضا بشكل لافت حتى وصل لحال إلى أنه تفتقر مستشفيات حكومية لأسر كافية لاستقبال المرضى واللي خليهم ينامون بممرات المستشفى على القاع إذا واحد ما مصدقني تعال أشوفك مستشفى ابن سينة في محافظة نينوة بمدينة الموصل فرج هذه الوضعية في مستشفى ابن سينة في منطقة الرشيدية المرضى الأقديم في الممرات بسبب عدم وجود الأسرة في داخل مستشفى ابن سينة يا لجنة الصحية سيد المحافظ دولة رئيس الوزارة مدير عام صحة نينوة وزارة الصحة عدم وجود الأسرة وعدم وجود العلاج في مستشفى ابن سينة التعليمي في مدينة الموصل وهذه هي الوضعية ناشر جميع الخيرين لوضع الحلول لهذه الوضعية المزرية للغاية في مدينة الموصل ولكم الأمر يعني هسا المواطنة عراقية من يروح يحير يجيب علاج يحير يشيل المغذية يحير يجيب فراش يجيب بطانية للعلم المرة اللي نايمة بلقع عمرها سبعين سنة يعني الله يطيها طولة العمر بس خلي نكون واقعيين اللي جاي أقل من اللي راح ببدال ما الحكومة تكرمها وتعينها لا نايمة بلقع في كل دول العالم افتروا كل دول العالم الثالث والثاني والأول الدول الفقيرة والدول الغنية الدول النامية والدول المتطورة الدول المدينة والدول الدائنة الإنسان كل دول العالم لما يعبر الخمسة وستين أكو بعض المنافع الشخصية اللي يقدر ياخدها من الدولة مواصلات علاج انتظار احترام في المواصلات سرعة خدمة أكو هواية من المنافع إلا بالعراق أمرك سبعين سنة يقول لها طز نام بالقاع أمرك سبعين سنة يقول لك شي يمني شي إلا المغذي وحير بيه شون هذا الحال الميزانية ما لوزارة الصحة وين معقولة مستشفيات ما بها فرش ذكروني بحالة ببداية الحصار لما شوية اشتد الوضع على العراق قبل ما يطبع العملة كانت أكو بعض المدارس تعاني من تكسر الرحلات المدرسية وبعض الأولياء الأمور الأغنياء وواحد معدهم آني اشتروا رحلات على حسابهم الخاص هسا المواطن لازم يروح يشتري سدية للمريض ويأجرها للجوارين والله بيت أبو فلان عنده سدية دق الباب قل لها عندنا مريض نأخذها من عندك لا ماكو ماكو سدية بالمستشفى شنو الفيلم القطاع الصحي العراقي يعاني ما يعاني من تدهور على كافة الصعود ترد خدمات طبية مقدمة للمواطن نقص طواقم الطبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية نقص الأدوية والعلاجات قلة المراكز التخصصية لمعالجة الأمراض المستعصية ومن ضمن الأمراض والأورام والأمراض السرطانية وحسب هالمقطع الفيديو المتداول مواطن شكه خلو مستشفى الشطرة بمحافظة ذيقار أبرت قزاز حتى يعالج أصبعة راح اضطر اشتراها من الخارج بثمن خيالي تعالوا نشوف السلام عليكم مدير الصحة ذيقار وزير الصحة هسا عدنا حد الأخوان تعور بيشك اشتريت الأبرة خمسة واربعين ألف الأبرة ما متوفرة بالمستشفيات الحكومية ما يقزيز فما عرفان هاي الناس الفقرة وين تروح إذا أبرة ما متوفرة ها رسالة إليك يا وزير الصحة يا مدير الصحة الذيقار هذا المواطن هسا تعور فر المستشفيات ماكو راح اشتراها على حسابه بخمسة واربعين أليف أبرة قزاز ماكو يوم يطلع لنا فيديو مواطن قاعد بره بالشهر وحاط على مصطبة ويقول لك باوا هاي الكانونة وهاي الصندات وهاي المشارط وهاي الشاش وهذا المخدر وهذا العلاج وهذا 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 وأنا يا أخوي عند عملية جوة بس ماكو علاج راح تشتريتهم من الصيدة لهم يوم يجي مواطن عنده كسر يقول له لما عندنا يروح يروح يشتريهم من بره يوم يجي مواطن عنده جرح أو إصابة ماكو أبرة قزاز يوم يجي مواطن عنده إصابة من عظة كلاب مايلقى أبر لمعالجة داء الكلب يوم عندنا مواطن يطب إلى غرفة عمليات ويبثون صور الممرضين شاهدين التليفونات لأنه كعرباء ماكو إذن كعرباء ماكو عوضتوا الإنارة بالتليفونات الأجهزة الطبية اللي داير مدايركم بالغرفة شون تشتغل مدى أفتهم وزارة الصحة شون تتعيش مدى أفتهم الحال بالعراق شون تتعيش مدى أفتهم الحياة في العراق شون تتمشي ويطلع لك محمد الشاع السيداني رئيس حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران عام الخدمات عام عام 2024 يا خدمات هاي يا خدمات ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع أول تعليق موجود يانا من على العراق قبل كم شهر ذبيت لتسعمية من ورا هاي المستشفيات والأطباء البلخاص وبس الله يعلم بالحال أبو إيهاب الزيدي عمي ترى كل مستشفيات العراق الحكومية هيج نفس الحالة أبو عبدالله عباس اليوم أنا أخذت ابني لمستشفى التركي في الحلة ماكو أشعة يطورونه بالموبايل ونشوف الصورة بالموبايل ونشوف الصورة بالموبايل للدكتور سؤال أشعة ها يعني هو ما أخذ أشعة في جهازه محول إلى الفيلم بالموبايل لا حول ولا ولا قوة لا بالله وخميس الحلبوسي يقول أغلب المستشفيات إذا مو كلها عندك حالة طارئة لا تجد أحد ولا علاج روح للصيدلية جيب العلاج أبرد فولتارين لا تجد يعني ماكو يعني مسكن ألم براسيتول ماكو فولتارين ماكو شاش ماكو علاج ماكو مراكز أورام ماكو مراكز غسيل كلا ماكو يطب واحد لأشعة ما يلقى موظفين يطب واحد لأشعة يطور صورة بالتليفون زين يطور صورة بالتليفون والدكتور يقعد يكبر إذا كان تليفونه على قد الحاله هو فقير وطلعت الصورة مبكسلة وطلعت بالأشعة ماتة على مكان الزائدة الدودية أكو نقطة سعودة تسولها عملية بالغلط والله العظيم اللي داي يصير بالعراق مبكي إلى أبعد حد بتردون على قولتنا بالعام مية الأقمج الأقوى تعالوا الكل يعرف أنه أسعار اللحوم الحمراء زايدة اليوم بالعراق واشتكوا ناس هواية من الارتفاع المطرد بأسعار اللحوم الحمراء خصوصا بالأيام الأخيرة ويقرب حلول شهر رمضان مبارك بظل عجز حكومي واضح عن كبح جماح الأسعار والحد من تأثيرها على المواطن العراقي وخصوصا الفقير اللي صاروا عاجزين عن تأمين اللحوم في موائدهم اليومية سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضأن وصل إلى 25 ألف دينار عراقي بمعدل زيادة 35% ورما كان سعر الكيلوغرام الواحد ينباع بمعدل 12 و15 ألف دينار هذا اللي فوق القدرة الشرائية لهواية من العائلات متوسطة الدخل فما بالك بالعائلات معدومة الدخل بوقت ترتفع بمعدلات الفقر والبطالة بكل العراق وعندنا عمالة أجنبية بلثنا أكدنا قصاب من بابل أن ارتفاع أسعار اللحوم سببه هم الموردين ومربي المواشي اللي دائما هم يزيدون الأسعار وطالب الحكومة أن نتخلي تسعيرها ثابتة حتى تضبط ارتفاع الأسعار بالأسوأ تعالوا نسمع نحن 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 علينا بعشرة ألاف دينار نبيعها بـ 11 دينار نحن نحن مقيدون بسعر يأتي حاسبني أي مسؤول عن أسعار اللحوم يجب أن يجعلني تسعير على مدى حاسبنا عليها أنا إذا زائد عن التسعير يجب أن يحاسبنا عليها مثلا كل اللحن بـ 15 ألف دينار إذا قلنا بايع بـ 16 ألف دينار إلى حق يأتي حاسبني أنا لا أعدي تسعيرها ويأتي حاسبنا ويأخذ أي واحد من صناعنا وعمالنا نحن 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 المحافظ أي جهة أمنية نحن ما نبنى أنا ليس تاجر التاجر هو المسؤول على أسعار خلي نزلون أسعار خلي طبون على بيع مواشي المحافظات كلها وشوفون الأسعار الأرقام اللي بيع الأرقام خيالية هذا هناك الأسعار الموجودة مو يمنى أنا ما لإعلقة يبيع لك كيلو لحم أحصل اللي بيع الف دينار يأخذني غرر من 500 ألف أو أكثر شونو إذا نبنى نحن فعليا أنت ما تقدر تغرم واحد إذا ما عندك قاعدة بيانات أساسية إذا ما حط تسعيرها معينة شون تغرمها وإذا ما حط تسعيرها للمورد شون تغرم الوسيط اللي ما بين المورد وما بين المستهلك القصاب وسيط وسيط بين المستهلك اللي هو المواطن وما بين المورد اللي هو يورد هاي الماد حاجة الفرد العراقي بوفق إلى إحصاءات رسمية يحتاج 12 كيلوغرام سنويا من اللحوم المواطن الواحد إذا ما أكثر يعني أنه العراق يحتاج لأكثر من 500 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا بينما الإنتاج الرسمي أكثر من 195 ألف طن سنويا يعني يوجد عجز كبير ويعني الإنتاج يغطي أقل من 40% إدامة 30% هاي النسبة لأجز أكثر من 60% تجي بوسط تهريب الأغنام العراقية إلى الخارج وهي سبب إضافي يخلي العرض غير قادر على سد الطلب وتحولت اللحوم اللي تعتبر عنصر غذاء رئيسي خصوصا في شهر رمضان المبارك إلى عامل يستنزف جيوب المواطنين المتقنين بهموم الحياة ومتطلباتها وينقص عليهم استعداداتهم للشهر الكريم والفضيل بل أثناء حمللنا قصاب ثاني من منذلي في محافظة ديالة الحكومة المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لأنها هي الوحيدة اللي تقدر تخفض الأسعار وأكد أن تكاليف شراء اللحم للأسرة الواحدة تتصل إلى 50 ألف دينار لإعداد وجبة طعام واحدة هو اللي فيه قدرة المواطن على تحمل هاي الكلفة بيش اللحم وش وقت تنزلوه اللحم ما تطني ما لش سرع غالي عملي غالي 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 ونحال عملي جاي سونا توم يعني بيش نبيع احنا ما يسمع موجي هذا المستورد التتاح هذا بلكة الله والدولة بلكة الله والدولة الدزل السوب هي بديها الدزل الحلال وينزل حلال عم حلال موجود دولة شسوي هاي هي تجيب حلال والدولة احسا بيش كيلو جاي تبيع اللحم والله جاي نبيع عشرين واحد وعشرين واحد وعشرين ما طلي ها جدري جدري على هذه الحالة قد يكلف والله بالخدسين للفذاء عايله وا الله والله بالخدس فالجدري واي اي ولي يجي خطار ينهب مية يسأل عاد، ماشي خرطة عاد سمعتوا هذا الحجي كله الخرط الحكومي شون يصير دائماً عندهم يعني تبريرات والله ما أقدر أقول عليها وهي ولا أقدر أقول عليها مضحكة دائماً لما يطلعون يبررون يبررون بطريقة يتخيلون أنه المواطن العراقي ما عنده عقل أذراً من الشعب العراقي أنتوا أسمى من أدهم هواية لكن هم تخيلهم هكذا تخيلوا محمد الخزاعي الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة طلع بلقاء تلفزيوني فسأله عن أسعار اللحوم الحمراء لماذا زايده؟ قال سبب ازدياد أسعار اللحوم الحمراء بالعراق هي كثرة المناسبات عند العراقيين تعليقي على هذه الشاب العراقي قادر يزوج؟ لا قادر يفتح بيت أو يشتري بيت حتى يذبح له؟ لا زين، إذا هو ما منزوج قادر يخلف حتى يذبح لهن عقيقة للولد سنياً ولبنية واحدة؟ لا ما بقى؟ بقط بس الفواتح ها على ذكر الفواتح الخزاعيش قال قال تخيلوا أكو فاتحة بأحدى المحافظات الجنوبية الصغيرة لأحد المشايخ كانوا يذبحون باليوم الواحد بهاي الفاتحة خمسة آلاف خروف بثلاثة يام وخمسة عشر ألف خروف فيقول هاي السبب بزيادة أسعار اللحوم الحمراء أنا بس أرد أسأل السؤال هيا فاتحة ذابحين بها خمسة عشر ألف خروف حاجي محمد الخزاعي تعرف ابتدت على خمسة آلاف خروف يومياً يعني خمسة آلاف صينية إذا قلنا كل صينية خمسة كيلوات تمن خمسة عشرين ألف كيلو خمسة عشرين طن ابيشالوهن بشافلات بيتريلات قلوا يا تشادر هذا اللي ذبحوا له خمسة آلاف خروف يومياً أنا خايف لأنت سامع النكتة أو التحشيش اللي انحجت قبل لما قال للتشذابين قاعدين يتباهون قال للتشادر ما الفاتحة بيت جدي كانوا يموسعون التشايات بالبيكب هل قد ما هو تشبير الثاني قال له هل قد ما كان مهاتنا أكبر كان يقول له الله بالخير بالمايك خمسة آلاف خروف يا ظالم النفس بيوم واحد بفاتحة والمشكلة أنت ابو منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة وهذا تبريرك انتو شوفوا تبريراتهم أزمة المي يقول لك الشعب العراقي يسبح أزمة الكهرباء يقول لك الشعب العراقي يحتر يفتح تبريد أزمة الكهرباء بالشتاء يقول لك الشعب العراقي يفتح تدفئة أزمة الوقوت يقول لك برد الشعب العراقي يفتح تدفئة أزمة اللحوم يقول لك عنده مناسبات يدبع خرفانه وهي خمسة آلاف بفاتحة وحدة لا وفوق القهر يقول لك بسبب هاي الفاتحة استوردنا خمسة آلاف خروف من الخارج حتى لسد النقص الحاصل بشهر رمضان المبارك قرية تعليق والله عجبني يقول لك الأعمار بيد الله أنتو استوردتوا خمسة آلاف وحضرتك قلت بلقاء تلفزيوني أنه فاتحة تخدموا بها خمسة ألف خروف وجبتوا خمسة إذا برمضان ما تولنا شيخين حتى المعازيب بالفاتحة ما تكفيهم الخمسة آلاف تخيلوا تصريحاتهم نوين ده صير ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع أول تعليق موجود هنا من أبو سجاد القرعاوي المهم بس البرلمان ياكل لحم والدرجات الخاصة وأصحاب الرواتب العالية الفقير طب مرض حكومة فاشلة فاسدة لا تستحق إدارة البلد الميالي جاسم يقول هو بس الفقير واقع بيش ما تريهم بالفقير إش يأكل إش يشراق وعبد القهار المحمد يقول جشع التجار الله لا يوفقهم وإهمال الرقابة الحكومية إذا أكو حكومية أصلا وجاسم الميالي هو بس الفقير واقع بيها هاي تعليقات الناس اللي كانت على قضية ارتفاع سعار اللحب أبو علي من الديوانية حياك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الكريم ألفات حمال خمس آلاف الفاتحة مواطن عاد يزبع حياة له هو من الدولة اللي هو الزجلاء نائب اللي هو وزير هذا اللي يزبعون قابل الشعب العراقي يطاع الضرايب لا أكثر ولا أقل نا أو ثاني شي حدثهم تجارة تجارة بالعراق حدثهم أجازة تجارة جيب اللحومات من الحالم ترى اللحومات بالحالم المناسبة ليش هدثهم تطلع أجازة بس للنواب خمس نواب بالعرض هم أجازة توردون اللحوم بيها نا يعني حتى اللحوم دخلوا في حمالية الفساد حتى الناس يقولون إذا جاءت الجيب اللحوم هم من النواب نا هم سلاب الله وكلهم سلابه ما خلوا شي ما مردده مراب بالعراق لا ما لا زراحة لا هو إلى مرابجة تملك المكانات مستشفى تلقي بيها خمس طوابق وكادره تقريب بالألف كادر بيها حبات وجاء راسمها بيها نا يا أخو والله قد مفشرك ومحسنكم يا سودان ثلاثة فاشل وحكمتك فاشلة ووزراك لا تعتمد عليها كلها فاشلة الأحزاب ما تكلم أحزاب لا دينية ما حدث تلك لك عن الديني ودية معلوم ديان الله وكل العبات كفيل وإشياء الدوانية حاط لدحية وصفحة كبرات وفطر هذه الدنيا كنا كروان عند حشر بيوتكم وصحة شكية حقارات وهي بالشعب الدوانية فقير ثلاثة أربعة تعتني مشكراً أكذا نحكيو الله نا شكراً شكراً لك أبو علي والله أنا أردسل سؤال واحد يعني إذا أريد نستذكر استقبال البصرة لبطولة خليجة 25 والنجاح الباهر لهذه البطولة والجماهير العربية من الشقاءنا في الخليج العربي اللي دخلت إلى العراق وشفنا مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لعزائم كبيرة صارت إلى إلى مشجعين المنتخبات العربية في الخليج العربي والله ما أتوقع أن ذبحن بهن هذا العدد الهائل بثلاث تيام يعني ما أعرف ما أعرف فواتح يعني شقدر رادلها شقدر ما كانت شبيرة الفاتحة شقدر رادلها عشر عشرين وخمسة آلاف باليوم وحتى عشر عشرين هواية ما بقت مقدرة عند الناس إنه تسوي هاي الفواتح اللي دانحش عليها وبيها هذا المصرف خمسة آلاف خروف باليوم يعني والمشكلة ناطق رسمي باسم وزارة هاي التبريرات ما لدكم وأنتو لما تطلعون تحجوها تخلي الناس تضحك بس المشكلة أنتو مدى تخلونا إحنا نضحك أنتو خليتونا مضحكة قد العالم كله العالم كله لما يسمع تصريح ناطق باسم وزارة ويبرر هذا التبرير الواهي شنو رح يقولون علينا تغيرات المناخية وارتفاع نسبة الملوحة بالقاع محنى الدمار الآثار العراقية بسبب عجز الحكومات المتعاقبة من سنة 2003 عن حمايته من التهريب والحفر الغير شرعي وشيوع مافيا لتهريب الآثار المتهمة بها ميليشيات العراق مهد الحضارة الإنسانية اللي ولدت بيه زراعة اللي علم الناس الكتابة تم بناء بعض أقدم مدن العالم العاصمة السومرية أور البابلية وتطوير أحد أنظمة الكتاب السومرية اللي تعتبر هي الأولى بالتاريخ وأيضاً أحد عجائب الدنيا السبع من ضمنها حدائق باب المعلقة هذا الأرث الغني من الحضارة مهدد بالاندثار بسبب الإهمال بسبب التغير المناخي إضافةً الآثار اللي صارت بالآثار بشكل عام من تدمير ممنهج سرقة طوال عشرين سنة هذا الشيء اللي خلالنا قسم التواصل الاجتماعي في قسم في قناة الرافدين أن يركز على هذا الموضوع ويسوينا هذا الانفوغرافيق عن الآثار العراقية خلونا نشوف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنصف بأنه هي معسكرات نفي واعتقال وبوسط إهمال حكومي متعمد وصل إلى حرمان أبنائهم من حق التعليم بقرارات غير مسؤولة وحقوق كثيرة وزارة التربية الحالية قررت ب13 من الشهر الحالي اغلاق ممثلياته بمحافظات أربيل سليمانية دهوك نهاية شهر تموز المقبل قالت أنه هذا يجي بإطار تنفيذ قرار مجلس وزراء بإغلاق مقيمات النازحين ذرعت أن الطلبة راح يواصلون دراستهم بمناطقهم لكن يشكالي أن أغلبهم معدهم أوراق تبوتية بسبب تصاعد اتقادات حدة لحكومة السودانية وراء قراراتها المتخبطة علقوا الناس على هاشتاغ التنكيل بالنازحين مصعب الناصري أصبح استهداف النازحين أمر بديه من قبل السلطة وأحزابه وأصبحت القرارات المصيرية التي تتعلق بهذا الملف تسير وفق التوجهات السياسية ومصلحة الأحزاب التنكيل بالنازحين يجب على العامة الشعب رفضه لذلك لن نقبل في غلق ممثليات النازحين ولم نسمح في استخدام هذا الملف كأداء لتجارة سياسية وزين الصعب رجاء أن ساهموا معنا في حملتنا لإيقاف التنكيل بالنازحين وإيصال صوت أهلنا المظلومين حرموهم من بيوتهم ومناطقهم وحياتهم كلها واليوم يحرمون أطفالهم من التعليم ياريت كل العراقين يشاركون برفع هذا الهاشتاغ لطفا إعادة التغريد الأهمية الخطاب التميم يقول إن قرار أغلق الممثليات التربية في إقليم كردستان دون إهناء ملف النزوح على مستقبل الطلبة النازحين ووائل على يقول في البلدان المحترمة تتسابق الحكومات في خدمة مواطنيهم لكي ينالوا ثقتهم أما في العراق تتسابق الحكومات للانتقام والتنكيل بهم هاشتاغ التنكيل بالنازحين هذه التغريدة وغيرها كانت على هذا الهاشتاغ والكثير من التغريدات كانت على هاشتاغ التنكيل بالنازحين مشاهدين الكرام مشكلة العراق راح تشلكم يا أحد بعت لصورة حيدر البرزنشي ومحمد الشاع السودان يقول وزارة التربية تخاطب وزارة التعليم العالي وتؤكد لها أن حيدر البرزنشي ما يمتلك شهادة ثالث متوسط فكيف تم تعيينه أستاذا في جامعة حكومية الوزارة قالت رئيس الوزراء أصدر قرار تعيينه ونحن نفذنا الأمر هاشتاغ السوداني اتخيلوا ثالث متوسط يصير أستاذ جامعي ويخرج ويضطي شهادات للعالم ويجيك ناطق رسمي باسم وزارة ويقول لك فاتحة دبحوا بها خمسة آلاف خروف باليوم الواحد هي سبب ارتفاع أسعار اللحوم دا تشوفوني حكومات بالعراق شون دا تعيش نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باتشر بإذن الله انتظروني في أمان الله اشتركوا في القناة